ما هي عقيدة الوهابية؟ اعلم أن الوهابية هم أتباع قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 126 للهجرة وهم مشبهة مجسمة يشبهون الله بالبشر والبهائم ويشتمونه بقولهم الله جالس على العرش أو الكرسي كما في كتابهم فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ويقولون بأن نفي الجسمية والجوارح والأعضاء عن الله من الكلام المذموم كما في كتابهم المسمى تنبيهات في الرد على من تأول الصفات لابن باز الأعمى ويقولون الله مستقر على العرش كما في كتابهم المسمى نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية لصالح الفوزان الخسران ويقول زعيمهم ابن العثيمين الضال في تفسيره آية الكرسي الكرسي موضع قدمي الله والعياذ بالله من كفره ويقول في كتابه المسمى اللقاء الشهري لا يجوز أن نثبت لله لسانا ولا أن ننفيه عنه لأنه لا علم لنا بذلك والعياذ بالله تعالى من التشبيه والكفر والإلحاد ويقول في كتابه المسمى فتاوى العقيدة الله يتحرك أن ينتقل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى هذا أي شيء له في الإسلام ويقولون تبعا لابن تيمية الفيلسوف المجسم العالم أزلي بنوعه كما في شرح الطحاوية لابن أبي العز الذي أثنى عليه ابن بازن الأعمى وهذا قول منهم بأن الله ما خلق جنس العالم وينكرون نبوة آدم أيضا عليه السلام كما في كتابهم المسمى الإيمان بالأنبياء جملة لعبد الله بن زيد ويقولون إن النار تفنى لا يبقى فيها أحد كما في كتابهم المسمى القول المختار لفناء النار لعبد الكريم الحميد كما أن الوهابية يحرمون التوسل بالأنبياء والأولياء بل يجعلون ذلك شركا يوجب الخلود في نار جهنم كما في كتابهم المسمى عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري وكذا يحرمون التبرك بآثار الأنبياء والأولياء ويزعمون أن الاستغافة بالأنبياء شرك كما في كتابهم المسمى العقيدة الصحيحة وما يضادها لابن بازن الأعمى ويحرمون على المسلمين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مدعين أن هذا فيه تشبه باليهود كما في كتابهم المسمى التحذير من البدع لابن بازن الأعمى مع أن الوهابية يحتفلون بمولد شيخهم قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب أسبوعا كاملا ويجعلون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك زيارة شركية ويعتبرون الصلاة على النبي جهرا بعد الأذان بدعة يجب منعها كما في تعليق الأعمى ابن باز على كتاب فتح الباري ويحرمون قراءة القرآن على قبر المسلم كما في كتابهم المسمى توجيهات إسلامية ويحرمون أيضا تعليق آيات من القرآن على الصدر كما في كتابهم المسمى فتاوى مهمة لابن باز ويصفون أهل السنة والجماعة بالمعطلة أي المنكرين لصفات الله كما في كتابهم المسمى القواعد المثلى لابن العثيمين الضال لأن أهل السنة تأولوا الآيات المتشابهة ولم يحملوها على الظاهر عملا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهذه الآية أصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق فيجب الحذر والتحذير من الوهابية وعقيدتهم فإن أكبر ضرر على المسلمين يأتي من ناحية باسم الدين من الوهابية وحزب الإخوان كفى الله المسلمين شرهم